وصل مجلس الشيوخ استكمال مناقشة مشروع قانون العمل وقد شهدت الجلسة استعراض بعض التعديلات التي تقدم بها عدد من النواب حول باقي مواد مشروع القانون جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ لاستكمال مناقشة مشروع إصدار قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل وكان المجلس قد وافق في جلسته التي عقدها أمس على مواد القانون حتى المادة مئة واثنتين وخمسين وفي بداية الجلسة أحل المجلس عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها وما جاء بها من توصيات هذا وقد شهدت الجلسة استعراض بعض التعديلات التي تقدم بها عدد من النواب حول باقي مواد مشروع القانون الباب الثاني المحاكمة العملية المتخصصة تنشأ بدائلة اقتصاص ومكلة المحكمة الابتدائية محكمة تسمى المحكمة العملية كما تنشأ في دائرة كل محكمة محاكمة الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة بنظرة الطعوم التي ترفع عليها في الأحكام الصادرة من المحكمة العملية إلى آخر مجاة بنص المادة ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم الإنتاجية وقبيل رفع الجلسة وفق المجلس على الباب الخامس من مشروع قانون العمل والخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية دوري جدا نزود بند أو نستحدث بند على هذه المادة ونصه كالتالي توفير خدمات الكشف على الصحة النفسية للأمال وتقديم الدعم والاستشارات اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة ده فندم حيكون ضمانة للأمال وضمانة للمصانع والشركات على الكشف المبكر عن أي حالات ممكن تكون بتصاب باكتئاب أو بأي دجوت نفسية وفي نهاية الجلسة تمت الموافقة على المواد حتى المادة 245 على أن تستكمل مناقشة باقي مواد القانون خلال جلسة قادمة اشتركوا في القناة